مهور نعام الجميع مهور من جميع اليوم سوف يبدأ من قم بأساطية سوشيولينغوستيك ماذا يكون سوشيولينغوستيك؟ إنه قم برانش راخوة عنه عامية ومح pontos سوشيولينغوستيك هي فرعه اللسانية لكتدرس العلاقة باللغة والمجتمع وكتنقسم الزوج هذا التقسيم بهذا المعنى أعطاه هاتسون وقال باللي هي الدراسة دي المجتمع في علاقته باللغة بينما هي الدراسة دي اللغة في علاقتها بالمجتمع وهذا العلاقة باللغة والمجتمع تقدر تكون وحدة من هادو social structure may influence or determine linguistic structure and or behavior linguistic structure and or behavior may either influence or determine social structure the influence is bi-directional language and society may influence each other there is no relationship at all between linguistic structure and social structure يا إما المجتمع هو اللي كيأثر على اللغة واللغة هي اللي كتأثر على المجتمع واللبسوجهم كيأثر على بعضهم أو لحتى واحد ما كيأثر على الأخر وكلهم مستقلين على بعضهم وهدو هم العوامل اللي بها المجتمع كيأثر على اللغة عوامي الاجتماعية كالتالي الطبقة الاجتماعية والجنس والعمر العلاقة ما بين المتحدث المتلقي واش صديق ولا قريب ولا مشغل ولا أستاذ والسياق واش رسمي ولا لا هادي هم العوامي الاجتماعية اللي كتأثر على اللغة إلا بغينا نعرفوا السوسائتي قدروا نقولوا أنها مجموعة دية الناس لتجمع الغرض معين وكيشتركوا نفس اللغة واللغة هي دوك العناصر اللي كتشمل أصوات وكلمات وقواعيد وكتستخدم التواصل هادو هم المعايير اللي كتميز بهم اللغة متول intelligibility ability or inability to understand other varieties or dialects example cockney and new york english تمازيغت and tarifit هاد متول intelligibility هي من اللي كيكون زوج للناس كيدوي زوج للهجات ديال نفس اللغة وكيفهموا بعضياتهم وإلا ما فهموش بعضياتهم يعني كيدوي زوج لغات مختلفين literary heritage sizable body of written literature اللغة كيكون عندها قدر لا بأس به ديال الأدب المكتوب linguistic criterion complex grammar phonology syntax اللغة كيكون عندها قواعيد والنحو والصرف والصوتيات وكتكون كذلك sociopolitically powerful عندها قوة ومكانة سياسيا واجتماعيا مندوزو الفرايتي a term used to include any identifiable kind of language تشريحية انتمازيغت are two varieties of amazeag moroccan arabic and algerian arabic are two varieties of standard arabic هاد فرايتي هي اي نوع دياللغة كيتستعمل غير باش نتجنب ونقولوا لهجة لأنها بحللة شوية نقصة الناس كيقولوا هذي كغير لهجة زي ما رأى نقصة قيمة accent a unique mode of pronunciation with a given language that is specific to a country, region or social class لكذا هي الطريقة ديالنطق دياللغة معينة اللي كتختلف حسب منطقة أو للطبقة الاجتماعية وأشهر مثال American or British accent وكتعتبر جزء مما يشكل لهجة يعني هنا كندوي فقط على النطق منسبة الديالكت a form of language or speech pattern that is specific to a particular region or a group of people الديالكت هي شكل دياللغة اللي خاص بمنطقة معينة أو مجموعة من الناس كتنقسم الزوج regional dialect الديالكت هي اللهجة الخاصة بكل جهة معينة حسب المناطق الجغرافية بحل اللهجة الفاسية المراكشية الوجدية وكيدخل في هاد الديالكت هي شكل ديال الكلام الخاص بالناس ديال العربية كتلقى طريقة بشكي دوي وفيها بحل واحد الخوشونة كتسمة patois rural forms of speech وكين urban patois ولكن كين غير في هاد المناطق Belgium France Italy Switzerland نوع الثاني social dialect stresses differences in speech associated with various social groups or classes هاد اللهجة اللي كترتابط بشريحة اجتماعية أو طبقة اجتماعية معينة وهاد الديالكت كتشمل اختلاف النطق والغرامر والفوكابلوري ندوزو الstandardization the process by which a language has been codified in some way by developing its grammar, spelling, books, dictionaries, literature, etc. standardization هي العملية ديال تطوير لهجة معينة بشتولي لغة وهوغن كيقترح هاد المراحل كتدوز منها أي فرايدي بشتولي standardized في اللول كيتم اختيار الفرايدي المناسبة selection a specific variety must be selected as the one to be developed into standard language من بعد كيناع codification there must be a dictionary and grammar books كيتم إنشاء قواميس وكتب ديالقواعيد كما رجع اللي غيرجعوا لها باش يعرفوا الصح من الغلط elaboration of function the selected variety must be able to discharge a whole range of functions في هاد المرحلة الفرايدي كيخ ستدر لنا جميع الوظائف اللي كتديرها أي لغة ضمن هالوظائف الفكرية نستعملوها في الكتابة الرسمية في القوانين في البرلمان في التعليم وغيرها acceptance the acceptance of the norms of the variety by the community خاص المجتمع يتقبل هاد التغيير كامل اللي غادروا هاد الفرايدي لأنها كتاخد بعد ثقافي اجتماعي وزياسي بالاضافة للبعد اللغوي style the way that individual speakers vary their language in response to different aspects of the social situation style هي الطريقة باش الواحد كيدوي اللي كتختلف حسب الوضع يافش كاين واش فورمال ولا انفورمال طريقة باش كتدوي مع صديقك مش هي باش كتدوي مع رب العمل اولا مع الاستاذ يلك register or jargon registers are sets of language items associated with discrete occupational or social groups register وكي تسمحت jargon ولكن هالjargon شوية ناقصة بحل ما قلنا عليك dialect هادو مجموع ديال الكلمات اولى المصطلحات اللي كيرتبطوا بمجال معين كتلقى مثلا الطبيب عندو واحدة الرصيد ديال الكلمات الطبية اللي ماشي كل شي كيعرفهم اولا كيستعملهم والبزنسمان كذلك كتلقاه كيستعمل ديكل لغة ديال الاقتصاد والسياسي كيستعمل لغة السياسة وهكذا هادسا كيقول your dialect shows who or what you are whilst your register shows what you are doing يعني اللهجة ديالك توري شكونتا ورجستر ديالك كيوري شنو كتدير يعني شغلة كل خدمتا كلها ندوز اللنغوة فرانكة it is a language which is used habitually by people whose mother tongues are different in order to facilitate communication between them هادي اللغة اللي كيستعملوا هالناس اللي لغتهم الام مختلفة باش يتوسطوا بيناتهم بها الانجليزية وهذه اللغة فرانكة كتسمة كذلك trade language contact language international language auxiliary language Pigeon اللغات ديالهم وكيخلطوهم ونبسطوهم ويخلقوا لغة بسيطة الغرض منها هو التواصل لغير وهد العملية كتسمة Pigeonization simplification of language by reducing its word and grammatical structures and pronunciation هادو امتلة ديال Pigeons Pigeon Chinese English Nigerian Pigeon English Talk person in Papua New Guinea شوباء Arabic in Sudan هاد Pigeon ملي كيدوز الجيل الموالي يعني دوك العابد مثلا اولا تجار اولا لكان هما ليخلقوها ونشؤوها ولكن ملي كيدوزوها لولادهم ولادهم كيتعلمو هاد ال Pigeon وكيستعمله كلغة لهم كيولي تسمى كريول A Pigeon that has become the first language of a new generation of speakers It is a Pigeon which has expanded in structure and vocabulary to express the range of meanings and serve the range of functions required of a first language وطبعا ما كتبقاش الوظيفة دياله محدودة كيولي تطور من ناحية الغرامار والفوكابلوري وكيؤدي الوظيفة دياله محدودة دياله اي انسان وهاد العملية كتسمى كريوليزيشان It involves expansion of rules and vocabulary increase in the number of functions هادو انتي لدي الكريول The vernacular language of Heidi Gula in US British Creole Jamaican Creole Torres Strait Creole اترا غادي نوقف هنا الفيديو الجديد ان شاء الله نكمل بقية الدروس wish you best of luck